جميل اختيار الخارجية الأمريكية لتمثيل الكويت يعني أمر نوعا ما غريب احنا ما كنا متوقعين أن الخارجية الأمريكية تستعين برجل دين وهم تدري انتهي يعني علاقتهم برجل الدين المسلم نوعا ما هناك يعني تنافر لكن اختيارك كان للتصدي لموضوع قضية داعش والمتطرفي في ديش الفاترة نعم وهو الحقيقة هذا الاختيار وهم اختارون برنامج أصوات العقل ضد داعش اختاروا 12 شخصية في العالم والحمد لله كنت أنا منهم وللعلم هذا الاختيار ليس لشخص عبدالله وإنما هو اختيار للتجربة الكويتية الرائدة في محاربة التطرف والعنف والإرهاب وهم أصلا كانوا معطينا تقرير يعني عن بعد ما بدأنا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقمع الإرهاب وتعزيز الوسطية وثقافة التعايش ولله الحمد من خلال زيارة الدواوين من خلال الدورات اللي سويناها للمعلمين والإمة والخطباء من خلال زيارة المؤسسات العسكرية وفتح حلقات نقاشية معاهم من خلال زيارة المدارس والتفاعل معاهم في مشروع تحصينهم وأنا بروحي أنا واللي معاي كلهم جزاهم الله خير سواء من قيادات أو من عاملين في المركز وفرقه واللجنة العليا جميل أثمرت إلى أنهم عطونا حصائية أن موقع داعش كان يزورا من الكويت في عام 2014 شهر 12 يزورون أربعة آلاف شخص في الأسبوع أربعة آلاف زائر مو شرط كلهم يكونون متأثرين طبعاً يبون يعرفون لكن القالبية في تعاطف ونحن نفرق بين المتأثر والمتعاطف المتأثر لا يتبنى الفكر وهو مرشح أن يقوم بعملية أما لمجرد تعاطف هذا موضوع آخر لكن في شهر 12 2016 دكتور طالب أصبح زوار هذا الموقع من الكويت أربعين شخص في الشهر كانوا أربعة آلاف في الأسبوع يعني كانوا 12 ألف في الشهر على الأقل وصاروا الحمد لله أربعين شخص طبعاً مو بس جهود الوسطية لا حتى تكشف وحشية هذا التيار وحشية هذا التنظيم